اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من ثنية الخبر والتي نتحدث فيها عن الازمات الاقتصادية التي تضرب مناطق سيطرة النظام واثرها المعيشي والسياسي على سوريا واجدد الترحيب بضيوف السيد احمد كامل الصحفي اسوري من اسطنبول والسيد نضال العقادي الخبير الاقتصادي من عفرين سيد احمد ذكر السيد نضال قبل قليل بان روسيا بالفعل امتنعت عن تقديم اي قرد لنظام الاسد اليست روسيا هنا تخاطر بمكتسباتها اذا ما قلنا في حماية نظام الاسد انا على حد علمي روسيا امرا ما بتعطي حدا مصاري يعني ايران كانت احيانا تدفع لما تكون قادرة بس الروس ما بيعطوا حدا مصاري يعني نظام مافيا والمافيوي ما عنده كلمة يعطي ما بفهمها اذا بتقوله اذا بروح له بشار بقوله عطيني مصاري الروسي ما بيفهمها يمكن ما تكون موجودة في قاموسه اما انه يخاطر بسقوط النظام يسقط النظام هو بده هالقواعد في سوريا واخده يعني بالنسبة للروسي هلا في عنده علويات تانية ما خرج ما خرج حتى لو اراد حتى لو في خطر على النظام ما ممكن يدفع لانه هو في ورطة لها اول ما لها اخر يعني في ورطة كبيرة جدا 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 تهدد كيان النظام الروسي وتهدد كيان روسيا فما وقت يعطي حدا ولا ارش ولا ارش بدهمين يعطيه فحتى لو كان الامر بشكل خطر على النظام الروسي عنده اولويات تانية اهم بكتير 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 اللي هي بقاءه هو بقاء النظام الروسي وبقاء روسيا نفسها يعني نحن باقي لنا اشهر والغرب يستغني عن النفط والغاز الروسي يعني روسيا بده تشحد بده تشحد بده تقع في ورطة كتير كبيرة وبانانتظار حطوا سقف منخفض لأسعار النفط الروسي اللي هو ستين دولار بينما هو في الواقع حوالي تسعين دولار يعني والنفط الروسي مكلف جدا انتاجه يعني عم ببيعه حطوله سعر قريب يعني فوق شوي من سعر الكلفة فروسيا جوابا عن السؤالات مباشرة روسيا حتى لو بدي سقط النظام ما معه تعطي نعم يعني ايضا سيد النضال التقارير الصحفية تشير بان ايران كانت تعطي النظام النفط عن طريقة اعتماني وهي على كل احوال لم تكن تقبض اسعار النفط الذي تزود به نظام الاسد الان يعني ما الذي استجد استجد بالامر اخي الحبيب ان اليوم الدول تحكمها المصالح وليس المشاعر يعني اليوم ايران عندما كانت تعطي النظام السوري النفط والبترول مقابل استثمارات اليوم الايرانيين اخذوا حصة من الفوسفات الذي كانوا يصدرونه عن طريق البحر الى ميناء طرابلوس واليوم قاموا بافتتاح طريق بري تصدير الفوسفات عن طريق العراق فاليوم ايران لا تحكمها مصلحة عاطفية مع نظام ميليشيا الاسد انما تحكمها مصلحة الفائدة فاذا لا يوجد فائدة من نظام الاسد فايران لن تعطيه صدقة او تتفضل على النظام السوري كحسنة لكن كانت تقدم سابقا هذا النفط بهذا الشكل مقابل استثمارات استاذي الكريم كان هناك استثمارات في الداخل السوري وضعت يدها على ميناء طرطوس جزء من ميناء طرطوس ووضعت يدها على منشآت سياحية وخطر سكاك ومشغل هاتف جديد خليوي في سوريا نظام الاسد اعطى استثمارات مقابل تسكير فاتورة الحرب التي ضخها الروس والايرانيين وأكرر لك أن الدول لا تحكمها مشاعر إنما تحكمها مصالح نعم سيد أحمد هناك من يقول بأن النظام يخلق أزمة كما خلق حافظ الاسد أزمة اقتصادية في الثمانينيات ومن ثم يقوم بفرض سياسته ورفع الدعم ويدفع الناس لأن يعيشوا بالحد الأدنى يعني هذا اسمه الإغراق في نظرية المؤامرة لمستويات خطيرة هذا ممكن يعني فينا نتخيله إنه يعمل مع المواطنين بس هون يعني اللي عم بيحصل هو حتى على بيئة النظام حتى على اللي بيشتغلوا مع النظام أطع الرواتب ما رح يكون عن المعارضين أو عن الطيف المتبوحة لا رح يكون عن كل الناس بما في ذلك جماعة النظام أنا لا أعتقد ذلك مع أنه هذا النظام بيمكنه يعمل كل شيء بيمكنه يعمل حتى أشياء خارجة عن المنطق بس الحقيقة في أسباب حقيقية موضوعية جدية ومتزايدة ومتصاعدة ومتصاعدة لا اختناق النظام وانهياره تفككه تفكك النظام وعجزه عن تأمين ولا أي قدر من الإمكانيات المطلوبة للمواطنين أنا لا أعتقد ذلك نعم سيد نضال هناك من يقول أيضا في استطراد لما ذكرته قبل قليل بأن الآن هناك كازيات سمح لها النظام بأن تبيع المازوت بأسعار مضاعفة وأيضا في السوق السوداء من يريد المازوت يستطيع أن يصل إليه ووصل إلى حد 11 ألف ليرة سورية للتر الواحد في مدينة حلب مؤخرا نعم بالنسبة للشعب السوري بدأ يقمد على التهريب المشتقات النفطية من لبنان ومن بعض مناطق قصد هذا ما يفسر بيع المازوت في الكازيات التي تبيعه في المتوفرة في السوق السوداء إنما النظام الأسد لا يستطيع جر كميات كبيرة من توفير مادة المازوت والبنزين وحتى مصفات بانياس ومصفات حمص هي تتوقف عن العمل أكثر مما تعمل فأنا لا أؤكد أن هناك يد للنظام السوري بتوفير مادة في السوق السوداء نعم سيد أحمد ما هي التداعيات السياسية هل يمكن أن يقدم النظام تنازلات سياسية من أجل الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية طالما اتفقتم كلاكما بأن هذه الأزمة هي أزمة حقيقية وبالفعل تعصف بمناطق النظام يعني أولا هو ما في براسه شيء اسمه التنازلات وتانيا شو هي التنازلات اللي بتحلله المشكلة اللي بتجيب له النظام بحاجة كاش الآن لعشرة مليار دولار وبعد فترة صغيرة كمان عشرة مليار دولار مين مستعد يعطيه عشرة مليار دولار أنا ماني شايف حدا شو هو الباب اللي بيجيب له عشرة مليار دولار حالا كمان ماني شايف ما لا حل أنا ماني شايف لا حل أبدا أبدا بالعكس أنا أتوقع تفاقم الأزمة واستمرار التفاقم إلى درجات خطيرة للغاية والنظام أبدا ما متعود على التنازلات التنازلات مثلا اللي هو عقله بيتحملها أنه منرجع لمفاوضات اللجنة الدستورية يعني بيكون لين شوي بتعريف الجمهورية العربية السورية شوي هاي التنازلات اللي عقله بتحملها هو أنه منحكي بالفقرة الثالثة من الدستور الخيالي أنه منجتمع مع اللجنة الدستورية هذا أقصى ما يستطيع فعله أو بروح على أستانا أو بروح على سوتي وهذا كله يعني حشيش هذا مخدرات ما هو حل الحل الحقيقي اليوم بده النظام عشرة مليار دولار قل لي منين يجيبها نعم يعني أحيل هذا السؤال للسيد نيضال سيد نيضال هل هناك دولة أو ربما يستطيع أحد من حلفاء النظام غير روسيا وإيران التين كما ذكرتهما أنت بأنهما غارقان في المشاكل هل يمكن أن يؤمن النظام الدعم من أجل أن تتفاقم هذه المشكلة الاقتصادية؟ سيد الكريم بالنسبة للنظام الأسد لم يعد يملك قرار لوحده هناك أصبح لعبين دوليين في مناطقه الروس والإيرانيين حتى لو فكر نظام الأسد أن يقدم تنازلات لمحور آخر مثلا المحور العربي الذي طالب بخروج إيران من سوريا لكن له للروس والإيرانيين كلام آخر يعني على ما أتوقع أنه لا يوجد بديل لنظام الأسد في المأزق الذي موجوده فيه سوى دفعه إلى العملية السياسية بشكل صادق يعني بشكل صادق إذا كان نظام الأسد لديه غيرة على شعبه وعلى طائفته التي وقفت معه طول فترة الحرب وتم قضاء على معظم شبابه إذا حس أو شعر بجوع هذه الطائفة والشعب السوري ممكن يتنازل بشار الأسد عن السلطة وتقديم حل سياسي ولكن هذا ضرب من الخيال أن نظام الأسد هو نظام مجرم طاغي لا يشعر بمعاناة شعبي خالص نعم سيد أحمد يعني برأيك ما هي نهاية هذه الدوامة إن صح التعبير وتقول بأن الأمور ستنزلق لمستوى خطير والله يعني بتفكير البشر الطبيعيين بتفكير البني آدمين بتنحى أو بيقدم تنازلات حقيقية للشعب السوري تنازلات حقيقية يعني إفراغ السجون كليا من المعتقلين يعني إجراء انتخابات حقيقية يعني حريات العامة حرية الإعلام يعني عودة المهجرين بدون ما يتعرضوا لشيء يعني يوقف مثلا بشار الأسد يقول الآن كل جوازات السفر ببلاش وكلهم ست سنين شوف شلون بتغير الوضع هلا يطلع هذا المجرم يقول كررنا إفراغ السجون من السجناء السياسيين كليا شوف شلون بتغير الوضع بس هل هذا الحرامي الحشاش نعم لكن في كلمة واحدة سيد أحمد في حال لم تحدث هذه الأمور التي تحدثتها هل يمكن أن نشهد انهيار للنظام؟ نتمنى ونأمل نتمنى ونأمل ونتوقع أن يأكل النظام نفسه وأنه شوفنا الآن في ناس صللون سيكتين عشر سنين الآن بطلوا يسكتو يعني رح تصل الأمور إلى الفوضى المطلقة أشكرك الفوضى المطلقة أشكرك سيد أحمد كامل الصحفي السوري كنت معي من اسطنبول كما أشكر ضيفي السيد نيبال العجادي الخبير الاقتصادي كان معي من مدينة عفرين والشكر الموصول لكم سادتي المشاهدين لكم مني أطغب المونى أنا عبادة حيدري إلى اللقاء اشتركوا في القناة